حضرتك عارف انه منذ قليل الاهلي فاس في اولى مبارياته في كأس العالم للكرة الطائرة المقامة في البرازيل على نادي برايا كلاب البرازيلي 3-1 تقدم الاهلي 1-0 تعادل الفريق البرازيلي 2-1 للنادي الاهلي ثم الشوت الرابع كان شوت صعبي جدا جدا ونجح الاهلي في الفوز 27-25 بعد ما لجأ الفريق البرازيلي للفار ولكن الفار انصف النادي الاهلي تقريبا بالتحكيم تقريبا بالتحكيم الساكبتن اللاجنة اللي عنده فريق برازيلي يربط اللي عنده فريق برازيلي يربط يجب متفقه حالا لا والله دي حاجة جميلة والله العظيم انا ما بهذر والله يا جماعة عظمة هذا النادي عظمة الله عظمة النادي ده فخر النادي ده فخر ملاحي لا لا يا رب دايما يا رب النادي ده فخر انت في كاس التحدي اللي هي الانتر كنت انت في القطر هتلعب بعد كم يوم انت من شوية كنت بتلعب في كاس العالم للاندية للكرة الطائرة انت من شوية كنت بتلعب في كاس افريقيا لكرة تسلى للبنات وانت 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 يا اخي قول شكرا في كاس عام للكرة تسلى عملنا كسبنا فريق امريكي كاول فريق افريقي وعربي يكسب فريق امريكي يد برشلونة برشلونة اديله يكسب برشلونة في كاسة على يا جماعة ما تدوا للنادي ده حقه اعتبروا النادي ده زي ما قالت جميلة الجمالات الجميلات بالغصف فارس واسامة جميلة الجمالات اهلي اه ده حضرتك انت حبيت الاعداء برالبيتك قلبنا عليك طب وانا بقول وصف خلط انا لسه جاي قبل الحلقة قالوا كابتن شو بير مريح هنا شوية هاتي ابني الصورة هاتي الصورة يا ابني ونشوف هما دول بيخافوا نشا كابتن يا بقولني في البيت المدام عندي انا مليش علاقة باللي بيحصل مليش علاقة خالص اه وانت لا انا اسد اه الله يخليك كده سمعني الاهلي كده ايوا ايوا خشيني زون بالكاميرا ايوا الله لي افسي بحس تعالى يا عم انا اسمعك الاهلي كتير وقلي اه ايوا كده شفتش بالجمال والحلاوة دي فيه منتاج يا كابتن لا 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 ما فيش منتاج لا لا اقسم بالله ما كنا عايشين يعني والله العظيم ما بحزر حتى بنتحك وفرحنين ومبسطين اهلي هو مصدر السعادة الاهلي مصدر السعادة في كل حاجة في الفوليما واحنا بنحاول نجيب حد ان شاء الله من الباسة يكون معنا وبحيي فرناندو المدير الفني واللعيبة كلها هقول اسماعك الكتيبة كلها من اولها استحيقها لاخرة لكن والله انا حي مجلس ادارة ده زي ما قال فارس زي ما قال اسامة مجلس ادارة خلى طموحنا وتطلعاتنا في حتة تانية خالص اه طبعا احنا رهنا في حتة في مسافة بعيدة خالص ما دلوقتي يقولك ايه طب يعني نكسب مثلا فرقة في كاس العالم لا تتاهل ان شاء الله لازم تكمل بقون الله طب تعمل لا 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 خلاص بقى ده طموحك الطبيعي ده طموحك المشروع اللي انت عايش فيه يعني هي خبر جميل وخبر سعيد وخبر يسعدنا ويفرحنا جميعا ودايما يا رب من نجاح الى نجاح